عشان نتكلم أكثر عن شهر التوعية حول سرطان التدي وأهمية أيضا الكشف المبكر ينضم معنا هنا بالأستوديو الدكتور السلمان البيشان وهو أستاذ الأشعة التشخصية المساعد أهلا وسهلا بك دكتور سلمان سعيد سعيد الله يحييك عن أكتوبر الشهر التوعوي لسرطان التدي أهمية التوعية حول سرطان التدي أهمية التوعية بحكم سرطان التدي هو أكثر أنواع السرطانات انتشاراً في العالم بعد سرطان الرئة فيأتي أهمية الدور على الكشف المبكر بحكم أن الكشف المبكر يزيد نسبة الشفاء بنسبة 95% يعني ممكن كثير من الناس تخاف من اسم سرطان الثدي لكنه من أكثر أنواع السرطانات اللي إذا أكتشف مبكراً نسبة الشفاء تكون جداً عالية يعني حنا جاسين نتكلم على 95% وبالتالي العلاج يكون أسهل ويقلل برضو نسبة الوفيات من هذا السرطان نعم حطيت أيدك على الجرح زي ما يقولوا أن التخوف دائماً الخوف من نتيجة الفحص بعض الناس تقولك خلاص حتى إذا في شيء ما أبغى أعرف الخوف يخليها تمنع نفسها من الكشف المبكر وبالتالي نوصل لأنه ممكن يكون نسبة الشفاء ضئيلة نعم يعني أغلب الدراسات تقول أن 80% من أورام سرطان الثدي تعتبر حميدة وفي أحد الدراسات حنا عملناها قبل تقريباً أربع سنوات في دولة الإمارات وحتى برضو تقريباً نفس الدراسات في دول أخرى وعندنا في السعودية أن أكثر سببين تمنع النساء من الذهاب للفحص المبكر سبب أني ما أبغى أعرف هذا رقم أحد وسبب الثاني الألم المصاحب لعملية الفحص هو طبعاً يعني رح يكون تقريباً مدته دقائق لكن الخوف من معرفة النتيجة بالعكس أنا شوفه رح يكون عامل إيجابي يعني أنت راح تكونين سليمة وهذا الشيء برضو إيجابي الأمر الآخر في حالة الكشف المبكر يعني بالعكس حياتك رح تكون أسهل يعني في حالة الكشف المبكر يعني هذه الفكرة الغريبة وهي موجودة بشكل كبير لدى الكثير أني والله ما في حد يبغى طبعاً يعرف أنه عنده سلطان الله يشفي الجميع ويبعد الشرع عن الجميع لكن أنت ما تبغى تعرف أنه عندك مرض لأنك تخاف أنه هذا المرض يتسبب في ضررك وفاتك وبالتالي إذا ما عرفت سيتسبب مباشرة فهناك احتمال أنه ما يتسبب وأعتقدنا هذه رسالة للوزارة الصحة وهم تكياء ونشيطين برضو في الفيديوهات التوعوية أن نشتغلون على هذا المفهوم بشكل أكبر طيب خلينا ندخل عن الفحص الفحص ما هي أبرز المعلومات التي يمكن تقدم عن العمر في الفحص وتوقيت الفحص وكيف يتم الفحص أعطي مياه يعني بالنسبة للفحص لسرطان الثدي في عندنا تقريباً ثلاث طرق للفحص يعني أول طريقة وأشهرها اللي هي الفحص الذاتي في المنزل الطريقة الثانية اللي هي الفحص الإكلينيكي عن طريق الطبيب في العيادة والفحص الأشهر اللي هو فحص الثدي عن طريق الماموغرام الماموغرام يعني أغلب توصيات تقول أنه يبدأ من عمر 40 عندنا في السعودية تقريباً أو في الدول العربية زين لسببين السبب الأول أن السرطان في السعودية غالباً يظهر في عمر مبكر ما بين الخمسة واربعين إلى الخمسة وخمسين والسرطان في يعني كل ما ظهر في عمر أصغر كل ما كانت شدته شوي أعلى زين فحنا ودنا نكتشفى بدري زين عشان حتى العلاج يكون يعني بشكل برضو أسهل بالنسبة للعمر أغلب توصيات تقول أنها من عمر أربعين كل تقريباً سنتين زين في حالات استثنائية ممكن أن الفحص يبدأ في عمر الثلاثين في حالة أن الشخص يعني 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 تعرض لجرعة إشاعية في عمر تقريباً يعني بين العشرين والخمسة أو في حالة إذا كان عندها سرطان في أقارب من الدرجة الأولى ونعني بها الأم أو الجدة طيب أنا لفت نظري فكرة القلة القليلة من الرجال اللي ممكن يصابوا بسرطان الثدي لو تكلمنا عن هذا الموضوع وهل يكون المفروض يكون عنده تثدي فبالتالي يكون عنده سرطان الثدي هو في الغالب حنا ننصح الرجال اللي سووا يعني فحصات الهرمونات الثدي زين هم اللي راح يكون عندهم خطر كبير بالإصابة فهؤلاء لازم يكونون يعني تحت متابعة دورية كل يعني سنتين برضو ابتداء من عمر الاربعين وطالب جيد إذن هؤلاء هم الفئة من الرجال اللي يكون عليهم مهددات طيب الكشف اليدوي اللي كان هناك أيضا معلومات عنه بالنسبة للمرأة للرجل مدى أهميتها بشكل دائم أيضا دكتور وكيف يمكن اكتساب الخبر عشان ما يدخل حد بوسوة نعم صحيح يعني بالنشبه للكشف الذاتي هو طبعا لا يغني لا يغني تماما يعني هو مساعد لكشف الماموقرام وهو لا يغني عنه تماما الكشف الذاتي أهميته أن الشخص يتعرف على الشكل الطبيعي اللثدي عنده فإذا كان فيه أي متغيرات ممتاز ممكن أنه يلجأ إلى الطبيب ويناقش هذه المتغيرات والشي زين في ناس ما يعرف شكل الطبيعي اللثدي عنده صح وبالعكس يعني فحص الماموقرام يكتشف بعض يعني أورام السرطانات يعني في حجم واحد سنتي قبل ظهور الأعراض بثلاث سنوات زي لكن إذا جينا للفحص الذاتي لا الفحص الذاتي راح يكون فيه يعني ورم ظاهر فحنا ما نبغى نوصل إلى هذه المرحلة نبغى نكتشف الورم قبل ظهور الأعراض يعني الواحد دايما يحاول يتغلب على خوفه بالذات إذا كان هذا التغلب في صالح الشخص يعطيك ألف عافية يعني أستاذ الأشعة التشخيصية المساعدة دكتور سلمان بيشان شكرا جزيلا لك والسلام الله أعطيكم العافية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك